بناء على معلومات واردة مفادها محاولة تمرير شحنة من المخدرات قام أفراد فصيلة الطريق السيار شرق قرب معسكر بخدمة شرطة المرور على مستوى السد الثابت بالطريق السيار شرق قرب بإقليم بلدية راس العين أميروش حيث لفت انتباههم سيارة سياحية تبدو على ملامح سائقها مظاهر ارتباك بعد توقيفه ومراقبة الوثائق الإدارية للمركبة وتفتيشها تفتيشا دقيقا باستعمال ثناء السينو تقني تم العثور على مخبأ سر مهيع تحت المقاعد الأمامية وبعد فتحه وجد بداخله أكثر من 16 كيلوغرام من المخدرات الصلبة من المحتمل أن تكون كوكايين بعد استعمال الكشف السريع للكوكايين الكراك كانت النتيجة إيجابية ليتم توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعقاز لمواصلة التحقيق بعد التعمق في التحقيق واستفاء جميع الإجراءات القانونية وتمديد الإختصاص إلى عدة ولايات من الوطن مكنت العملية من تفكيك شبكة دولية في المتاجرة بالمخدرات الصلبة يمتد نشاطها عبر كامل ولايات الوطن أصفرت العملية عن حجز 16 كيلوغرام من المخدرات الصلبة كوكايين توقيف ثمانية أشخاص من بينهم إمرأتان وحجز أربعة سيارات سياحية وواحدة نفعية مبلغ مالي بالعملة الوطنية مقدر بـ 20 مليون سنتيم سلاح أبيض من الصين في السادس 12 هاتف نقال حامل ميغناطيسي كمية من الذهب ما يقارب 500 غرام فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المجتبى فيهم أمام السلطات القضائية المختصة إقليميا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة